السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزاءنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة الثانية عشرة الدرس الثالث بعنوان كتابة المقادير العددية Write Numerical Expressions الجزء الأول من الدرس أستطيع من خلال هذا الدرس كتابة مقادير بسيطة توضح العمليات الحسابية على الأعداد لعلك حاولت عزيز الطالب في مسألة حل وشارك كتابة مقدار عددي لقد قام راشد بشراء كل هذه الصناديق وعرفنا من مسألة حل وشارك بأنه قد وزع خمسة صناديق في حفل مدرسي وقام بإهداء أهله ثلاثة صناديق وخمسة أجزاء من عشرة صندوقاً فلنقم سوياً بكتابة مقدار عددي يبين العمليات الحسابية التي يمكننا استعمالها لإيجاد عدد الكعكات انظر إلى الصناديق التي وزعها راشد في الحفل المدرسي الصندوق الواحد منها يتكون من واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سبع ثمانية تسع عشر أحد عشر اثنى عشر كعكة أي أنه لدينا اثنى عشر كعكة في الصندوق الواحد ولكن ما عدد الصناديق لدينا التي وزعها في الحفل المدرسي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أي أنه لنعرف عدد الكعكات التي وزعت في الحفل المدرسي سنضرب الاثنى عشر في خمسة ولكن هل هذه كل الكعكات التي وزعها راشد؟ ستقول لي لا إذن سنجمع لها ما أهداه لأهله فلننظر الآن إلى عدد الكعكات في كل صندوق أهداه لأهله لاحظ هذا الصندوق كم عدد الكعكات فيه؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع ثمانية تسع عشر أحد عشر اثنى عشر كعكة في الصندوق الواحد الذي أهداه لأهله كم صندوقا أهدا لأهله؟ صندوق اثنان ثلاثة و هذا ليس صندوقا كاملا وإنما نصف صندوق والذي يكافئ خمسة أجزاء من عشر من الصندوق إذن سنضرب الاثنى عشر في ثلاثة وخمسة أجزاء من عشر فلنقم بالضرب كما تعلمنا في ترتيب العمليات سنجري الضرب الذي على اليسار أولا أي اثنى عشر ضرب خمسة ويساوي ستين ثم نجري عملية الضرب على اليمين تاليا زائد اثنى عشر ضرب ثلاثة وخمسة أجزاء من عشر تساوي اثنان وأربعون ستون زائد اثنان وأربعون وهذه تساوي مئة واثنان إذن عدد الكعكات التي وزعها راشد مئة واثنان كعكة مثال يحتوي مسرح على خمسمائة وستة وأربعين مقعدا في الوسط ومئة واثنان من المقاعد على الجانبين الأيمن والأيسر أقامت إدارة المسرح أربعة عروض مسرحية إذا علمنا أن كل المقاعد امتلأت في العروض الأربعة اكتب مقدارا عدديا يبين العمليات الحسابية التي يمكنك استعمالها لإيجاد عدد التذاكر عزيز الطالب ما الذي عليك إيجاده؟ أحسنت عدد التذاكر المبيع الحل فلنفكر في الطريقة التي سنستعملها لحساب العدد الكلي للتذاكر أولا سنجمع مئة واثنان زائد خمسمائة وستة وأربعين لإيجاد العدد الكلي للمقاعد في المسرح ثم سنضرب في عدد العروض أي في أربع إذن نحتاج إلى كتابة مقدار عددي يمثل إيجاد أربع أضعاف ناتج جمع خمسمائة وستة وأربعون ومئة واثنان استعمل الأعداد والرموز لكتابة المقدار العددي لاحظ أننا أولا سنجد ناتج جمع خمسمائة وستة وأربعين ومئة واثنان إذن نجمعها بهذا الشكل وثانيا سنجد أربعة أضعاف هذا الناتج أي سنضرب هذا الناتج في أربعة لماذا وضعنا ناتج الجمع بين الأقواس؟ لأن ذلك يشير أن العملية الحسابية أي الجم سنجريها أولا أي سنجمع ثم سنضرب في أربعة إذن هذا المقدار العددي يبين العمليات الحسابية لإيجاد عدد التذاكر المبيعة أقنعني برر منطقيا كتب طالباني مقدارين مختلفين لإيجاد العدد الكلي للتذاكر المبيعة هل ما قاما به صحيح؟ الحل لقد قام سامر بضرب أربعة في خمسمائة وستة وأربعين أولا أي أنه أوجد إجمالي عدد التذاكر للمقاعد التي في الوسط للعروض المسرحية الأربعة ثم قام بعد ذلك بحساب أربعة ضرب مئة واثنان أي أنه أوجد إجمالي عدد التذاكر للمقاعد التي في الجانبين للعروض المسرحية الأربعة فلننظر الآن إلى حل حسن لقد قام حسن بضرب أربعة في خمسمائة وستة وأربعين كما فعل سامر بالضبط ولكن دون أن يضع الأقواس ما الذي أوجده حسن هنا؟ لقد أوجد إجمالي عدد التذاكر للمقاعد التي في الوسط للعروض المسرحية الأربعة ثم جمع لها مئة واثنان أي أنه أوجد إجمالي عدد التذاكر للمقاعد التي في الجانبين لعرض واحد فقط إذن حل سامر صحيح وحل حسن غير صحيح وذلك لأن حل سامر يظهر مقداراً يعبر عن إجمالي عدد المقاعد في الأربعة عروض مسرحية أما المقدار الذي كتبه حسن يحتاج لأقواس حول خمسمائة وستة وأربعين زائد مئة واثنان الواجب المنزلي الواجب المنزلي تدرب في المنزل صفحة ثلاثمائة وخمسة التمرين واحد وأربعة في التمرينين واحد وأربعة أكتب مقداراً عددياً لكل عملية حسابية التمرين الأول التمرين الرابع إلى هنا أعزاءنا الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض آملين أن نلتقي بكم مجدداً شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته